هي الولية دي راحت فين؟ يا حماتي يا حماتي أما روح أشوفها كده يمكن في قودة النوم الله دي القودة فاضية أما لها تكون راحت فين بس طب أما روح المطبخ أشوفها في المطبخ يمكن هناك الله دي ما هيش في المطبخ برضه أما لها تكون راحت فين الولية دي يا دي النيلة طب وبعدين في القلق ده يا ترى أنت روحت فين يا ماما طب أجبها منين بس دلوقتي يا ربي دي عمرها ما خرجت ولا راحت في أي حدة لما نادي كده على مرات أخويا يمكن تكون عارفة مكانها يا رب يا رب تكون قاعدة عندها تحت ولا حاجة يا أمل يا أمل ايه يا مونة في ايه بتنادي عليها ليه هي ماما عندك يا أمل جات لك الشقة لا طبعا ما جات ليش هي إيه اللي هيجيبها الصبح كده تقعد عندي فيه ايه وإيه اللي حصل وبعدين هي إيه اللي هيجيبها عندي الصبح بدري قوي كده ما تدخل الدورة عليها جوا في الشقة يمكن نايمة في القضاء ولا حاجة وانت ما شفتهاش ولا يمكن تكون راحت عند خلتك يعني ما تسأليها هتروح لها ازاي عند خلت يعني إذا كان هي بقالها فترة كبيرة متخنقة مع خلت ومش بتكلمها يا زكية وبعدين بقى أنا قلق أنا خالص أنا كده اتضيقت قلقت بقى مش عارفة هي راحت فين هتكون راحت فين بس دي ما بتخرجش خالص من البيت طب استني كده استني أنا ريني عليها في التليفون يمكن يمكن ترد علينا ونعرف هي فين وما لو ياختي يتصل عليها يمكن تعرف توصل لها إيه ده دي بتكنسل علي التليفون طب معلس حاولي تاني كده حاضر الله دي برضو بتكنسل علي لأ ده يبقى في حاجة بقى الموضوع يبقى في حاجة هو أنت طلعت عندها مبرح بالليل آه طلعت لها مبرح بالليل يبقى أنت أكيد أنت وهي اتخنقت مع بعض وهي بقى مش عايز ترد عليك حاكم أنا عارفاك عارفة لسانك اللي قد كده طول الفرق إلا فإيه يا بنتي ما تروأي كده واستهدي بالله أنا ما تخنقتش معاها ولا عملت أي حاجة متكلمة اللي في دماغك ده ده إحنا كنا قاعدين وبنهزر وبندحك وما كانش في أي حاجة خالص وكنا زي السمع على عسل وانزلت كويسة خالص من عندها أمالي أنا هتكون راحت فين وسبت البيت كده فجأة يعني ما همش معقول هتسيب البيت إلا إذا كان في حاجة مضيقاها ولا في حاجة مزعالاها وطبعا ما فيش حد بيتضيقها ولا بينغص عليها عشتها غير كنتي والمحروس أخويا المحروس جوزك يا أختي أكيد طلعتم برح بالليل وشدتوا معاها وعملتوا معاها خناء ونغصتوا عليها عشتها وحسستوها إن هي ملهاش إيه ما في وسطك دي تلاقيها يا حبة عيني نزلت الشرق تكلم نفسها في قلب الشارع منكم ومن عميلكم إيه يا بنت الكلام اللي انت بتقولي دا ما فيش أي حاجة من اللي انت بتقولها دي حصلت خالص أنا اللي طلعت لها مبارح لوحد واخوك ما طلعش معايا وكنا قاعدين وكويسين أنا وهي وما فيش أي حاجة ولا مشاكل ولا أي حاجة من اللي انت بتقولها دي دي حتى كان مزاجها حلو خالص وعملت تضحك وتهزر أه طبعا ما نعرف أن انت لازم تنكيري الكلام دا وتقولي ما حصلش وما اللي يعني هتقولي لي حصل والله ما انت عارف حاجة وعملت تقولي أي كلام كدهو في الهجايس طب ما يمكن يا حبيبتي جزك هو اللي زعلها اتصل عليها وقال لها كلمتين يضيقوها بتجيب الحملة علي أنا لا لأ يا حبيبتي أنا جزي معهوش رصيد أصلا عشان يتصل على حد اللي اتصل عليها قال هو لا يأكل الجعان عشان يحط رصيد في التليفون بقولي كاي سبيني سكت أنا مش عايز أتكلم طب أما لما كيه أنا هتكون راحت فين أنا بصراحة مش عارفة ماما هتكون راحت فين أنا قلقت عليها خالص ولا هنا حستة ان جزك هو اللي مزعلها ما هكل شوية كان بيتصل بها ويقول لها بنتك عملت بنتك سوت بنتك مش عارف ايه فأكيد أكيد جزك هو اللي اتصل عليها وزعلها وعاكن علىها ونقص عليها عشيتها ممكن من وراك وانت ما تعرفش حاجة نايمة كده على ودانك آه لزاقي بقى المشكلة فيا أنا وجوزي طب أما بتقولي كده يبقى أنتوا اللي عاملين المشكلة وعارزين انت لزاقها لنا يا حبابتي وخلت الولية يا حبت عين أمها مش طيقة نفسها ولا طيقة البات وخدت في وشها ومشيت ايه ده ده بيناها جات أكيد هي اللي بتفتح الباب دي أما رح أشوفها ماما يا ماما يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهرنا فل يا أما ايه يا بيت انتوا وهي وقفين لي كده لا رعبتوني خدتوني يخرب بيادكو انتوا مالكوا وقفين لي كده لا زي العمل الراضي يا أما بقى كده يا ماما بقى كده تخديني عليكي يختوئ كده من قدامي جرأي يا بيت انتوا كابسيني على نفسي لا كان نفسي أشم شوية هوا وطلعت أشم شوية هوا كده وغير جاوي فيه ايه يعني ايه اللي قصل اولا كده من قدامي خلنيني لارتحم المشوار اللي أنا جاية منه من قد إيه أنا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان أقولك وترجاك عشان أقولك وترجاك يا حلو يا حلو صبح ده جاية مزاجها رايق قوي ياه ده مفيش زي بيت الواحد ده مهما الواحد ميشي كده وراح ولف وجيه ما استريحش اللف بيته ده أنا رجليا تكسرت من كتر المشي أمال انت كنت فين يا حماتي وبرني عليك في التليفون مش بترد علي وبتكنسل في وشي كنت بكنسل عليكو عشان أنا كنت خلاص دخل على البيت وجاية عايزة أقولكو قفلوا قفلوا يعني أنا خلاص جاية البيت يعني أنا لما اتصل عليكو واتكنسل في وشي ده معناه ان اعرف يعني ان انت جاية البيت آه يا أختي ممالي أنا هيكون معناه ايه هو انت يا بيت فاكراني ما بفهمش في الموبايلات لا لا ده أنا مش غبية ده أنا بفهم في الموبايلات كويس أوه عارفة كل حاج طيب معلنا يا ماما سيبك من كل اللي فده كله وقللنا انت كنت فين يا حبيبتي أصلي احنا قلنا عليكي قوي يعني هكون فين يا أختي يا معدول انت قوعد كنت فاكراني عايلة صغيرة يا بيت هتوه ولا مش هعرف هارجع البيت تاني لا يا حبيبتي ده أنا عارفة ما كان البيت كويس قوي كنت خارجة شم شوية هاوة فيها حاجة دي قول تغير جاو هو ايه حرام ولا حرام ولا كنش كفرت وانا معرفش لا يا ماما ما قلناش حاجة بس كنت المفروض ترد علينا على التليفون حتى عشان نتطمن عليكي ونعرف انت فين كنا قلقانين جدا وعملين نضرب أخماس في أسداس وكل واحدة فينا تقول اللي التانية ده انت اللي دايقتيها لا ده انت اللي زعلتيها لا ده انت جزك هو اللي اتصل بها وقال لها مش عارف ايه هو حد فيكو يقدر يضايقني ولا يزعلني أصلا ولا ايه هو انتم فكرين انكم تقدروا تضايقوني ويزعلوني لا فوقوا ده انت هبل هبل وعبت قوي طب قوللنا بس انت روحتي فين عشان نتطمن يعني ونعرف انت كنت فين ما كنت مطرح ما كنت في ايه يا اخت انتهت حزبني كنت بمشي رجلي في القناطر شوية كنت باكل شوية الترمس كده وبليلة ودورة مشوية على البحر في حاجة دي ولا ايه هو انا غلطت ولا ايه ولا كان لازم استقسل من حضرتك انت وهي عصان اخره لا يا ماما تستقسني ايه انا بس كنت عايز اتطمن عليك يا حبيبتي انا بس كنت عايز اعرف لا يكون حد دايقك ولا مرات اخي دايقتك ولا حاجة اصلا انت مش متعودة تخرج من البيت فانا قلقت بصراحة لا يا حبيبتي ما تبقش تلاقي انا كل يومين كده ولا حاجة هخرج اتمشى اتمشى اصلا اتعرفت على واحد كده جرنة ويعني سنه زي سنة بالزبط اصلا الرجل يا حبت عين امه اقاعد لوحده فقلت ننزل انا هو كده ايه كل يومين نمشي رجلنا بدل ما هي خشابت كده وانا اتفقت معا خلاص كلها يومين كده ونخرج سوا برضو كده ايه نتمشى شوية مع بعضنا اهو نروح كده اي حديقة ولا اي حاجة نشم نفسنا انشالها حتى نروح جننت الحيوانات امك شكلها دخل على حب جديد ولا ايه يا مونة يا بنت سكوتي اتلمي واحترمي نفسك ده لو سمعتك هتقوم تكسر دماغك انت يا بنت انت وهيها بتتودوده على ايه بتقوله ايه كده في السر من وراي انتو بتتكلموا عليه لا يا حماتي ما بتتكلمش عليك ولا حاجة ما بنقولش حاجة هو مين بقى يا حماتي الرجل اللي ساكن جنبنا ده اللي انت بتخرج معاه ده رجل جرنة كده ساكن جنبنا جديد انما ايه زي الامر ويوشه زي البدر المنور وشكله كده واخد باله من صحيته رجل رياضي وبعدين انتو مالكو بتسأله لو بتستفسره عن ايه هي دي حاجة تخصكو انت حسر نفسك في حياتي له يا مرات ابني ومدخل نفسك في حياتي له يلا بنت نجري نجري يلا نزل على شقيتك نقصك ايه ولا نقص عرف طيب يا حماتي انا كنت عايزة تطمن عليك مش اكتر انا نزل شقتي سلام اما بنتي حسرية صحيح ده حاجة غريبة عايزة تعرف كل حاجة هي مالهة مالهة بحياتي وتتحسر في حياتي ليه وانت يا ست هانم وقفلك ده لا ولو يالي بوزك عايزة مني حاجة انت جمان ولا ايه لا يا ماما مفيش حاجة ده نواقف اسمع اسمع الشرح اللي انت بتقول ايه عن الاخ البدر المنور والوصف الحلو اللي انت لسه هتقول ايه وانت مبسوطة قوي ومنشكحة كده وفرحان وفيها ايه هي اخت وفيها ايه فيها ايه يعني لما اتعرف على واحد وانش دل انا وهو كده كل يوم نتمشي شوية بدل ماله قاعدة كده بوز في بوز الحيطان عاملة زي الكنبل مخشبة هو انا اجرمتي ولا اجرمتي مالكي اختي اهدي كده على نفسك هو انت شايفة يا ماما يعني ان دي حاجة صحي كده ولا تنفع يعني اللي انت عملتي ده يعني بعد السن ده عايزة تنزلي كده وتتمشي مع واحد في الشارع راجل غريب الناس يقولوا علينا ايه دي الناس ما تبطلش كلام علينا ويجيوا سيرتك ويقولوا كلام مش كويس حوش حوش النظرة بتعلم بنتها الرباية وانت بقى لك انت يا رحمك هو انت يا رتة عشان اتجوزت وخلفتي فكرت نفسك كبيرة او انت فكرت نفسك بقيت وصية علي ولا ايه انا حرة يا ماما واعمل اللي انا عايزاه طول ما انا بصحتي محدش يقدر يكلمني ولا حد لو عندي حاجة اما تبقى تصرفي علي بقى تعال تكلمي معي وقللي لعملي ايه وما تعمليش ايه فاهمة يا ماما يا ماما ما قصدش حاجة انا قصد يعني ان انت عارفة ان الناس بتتكلم وكلامها كتير وبعدين انت ستة وحدانية واحدة لوحدك مايصحش كده تنزلي تمشي مع راجل غريب في الشارع اضع لسان اللي يتكلم علي نص كلمة ولا يجيب سيرتي انا عارفة نفسك كويس وعارفة انا بعمل ايه انا ستة محترمة واقول للشرف ام ونعود مكانك وتوظف الناس اللي بتتكلم الناس كده ولا كده متكلمين اللي يتكلم ينحرق يا ماما ويدعق على جنب يا ماما مش عاوزين ندي فرصة للناس انهم يتكلموا علينا كلام مش كويس وخصوصا يا ماما انت طول عمرك ستك ستك حلوة وزي الدهب زي الجين الدهب في وسط الناس مش هنيجي على اخر الزمن بقى ونبوث كل حاجة والناس تتكلم علينا بطريقة مش كويسة انا اللي اقول اعمل ايه وما اعملش ايه وامشي مع مين وما امشيش مع مين مش انت اللي هتقولي ولا انت اللي هتحكمي وبعدين انت اعدالي هنا لايه ما تروحي يلا على بيتك انكشحي رفي عند جزك وعيالك انا مش فضيالك انا عندي حاجات كتير في البدء عايز اعمالها الايه هتعلمين الادب كمان ماشي يا ماما براحتك انت حرة انا عموما يعني خايفة عليك وخايف حد يجيب سرتك بكلمة كده ولا كده عشان انا مش هستحمل لما حد يجيب سرتك باي كلمة وحشة وبعدين انا اطلا كده ولا كده انا كنت مروحة انا كنت عايز اتطمن عليك اصلا اتصلت عليك كم مرة وانت مردتيش ايه ده هو انا زودتها مع البيت دي ولا ايه لك كن زعلت مني وتقمست مهانا برضو مش على اخر الزمن هيجوا يعرفوني اعمل ايه وما عملش ايه انا حرة وبعدين انا مش شايفة مشكلة يعني لما يبقى لي اصحاب واخرج معاهم وتمشى معاهم نفسي ارجع الشباب اللي راح وما نفسهم ان انا اكبر واعجز ولا ايه هو انا هافضل قاعدة يعني في البيت لما وشي يكرمش وكركب وابقى عجوزة وكركوبة لا بس انا لسه حلوة وصغيرة وزي الامر واي واحد يتمناني ده انا وانا ماشية في الشارع كات الناس عملت عكسني اللي يعكسني يمين واللي يعكسني شمال تقولش امر يا ولاد ماشي في الشارع ده العيال اللي عاملين زي البوم دول خلوني نسيت الاغنية الحلوة اللي انا كنت بغنيها وانا جاي يا حلوة صبح يا حلوة طل حلوة اللي عاملين